اشتركوا في القناة الالية الافريقية للتغييم من قبل النظراء ما ايباد تنهي التقارير المتعلقة بالحكمة الوطنية الافريقية لعام 2023 الحكومة الكينية تعتزم تعبئة 39 مليون دولار امريكي لبناء اخطاب صناعية في كينة تلكم كانت مقدمة النشرة واليكم تفاصيلها من تلفزيون جوتي اهلا بكم بعث فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مارقلي اليوم برقية تهنئة الى نظيره الصينية سيد زي جي بينك الذي يعيد انتخابه يوم امس الجمعة رئيسا لبلاده واعرب رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مارقلي عن تمنياته للرئيس الصيني النجاح والتوفيق في مهامه مشير الى ان الفوز ناتج عن الثقة التي منحها اياها شعب الصيني ومجمل القوى الحية في الامة الصينية لفخامته واشار الى ان هذه الثقة ترجم الجهود التي بذلها رئيس الصيني في اطار عمله لصالح تنمية بلاده ورفاهية مواطنه وقال فخامة رئيس الجمهورية في برقيته بفضل قيادتكم على رأس جمهورية الصين الشعبية وصلت العلاقات والتعاون القائم بين الجمهور والصين الى اعلى مستوى ليشمل جميع المجالات مجددا في الوقت ذاته تهنيه الحار لرئيس الصيني على اعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية في برقية التهنيئة انبعثها رئيس البرلمان الفرنكوفونية سيدة فرانسيس داروين هنأ رئيس البرلمان الجيبوتي الجديد سيد ديليتا محمد ديليتا بمراسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الجيبوتي وثمن رئيس البرلمان الفرنكوفونية ثقة الكبيرة التي حظي بها رئيس مجلس النواب الجديد سيد ديليتا محمد ديليتا من نواب شعب الجيبوتي مؤكدا حرص البرلمان الفرنكوفوني على تعزيز أواصل التعاون والعلاقات بين البرلمان الفرنكوفوني والبرلمان الجيبوتية إلى فندق كامبيسكي بالاسا احتضن فندق كامبيسكي برئاسة المناسق الوطني للآلية الافريقية للتقييم قبل النظراء في جمهورة الجيبوتية سيد حامل محمد آدم احتضن اجتماعا لخباري الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء وذلك للانتهاء من اعداد التقارير المتعلقة بالحكمة في افريقيا لعام 2023 وجلت هذه المناصبة بمشاركة ممثل الأمين العام للأمانة العامة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء والممثلة الدائمة للآلية في جمهورية رواندى بالإضافة للعديد من ممثل دول العضاء في الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء وكان الهدف الرئيسي من عملية انهاء التقارير المتعلقة بالحكمة التأكد من أن نسخة الموحدة تعكس التوصيات التي قدمتها الدول العضاء وأن أي توصيات مختلحة لا تتعارض مع القيم والإطار القانوني للاتحاد الافريقي وشارك في هذا المؤتمر المناصق الوطني وشخصية البارزة في الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء سيد أحمد آريتي حيث كان الغرض من هذا المؤتمر هو ضمان أن التوصيات التي قدمتها الدول العضاء في الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بتقرير الحكومة الرشيدة تنعكس بشكل إيجابي وفعال في النسخة الموحدة من التقارير في كلمة له على ممثل الأمانة العامة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء عن سعادته للمشاركة في هذا الاجتماع رفع المستوى بشأن الانتهاء من تقرير الحكومة في إفريقيا عام 2023 وشكر جمهورية جيوتي على الترحيب الحار والضياف التي خصصت للمشاركين في هذا الاجتماع الهم وفي كلمة للمنصق الوطني وشخصية البارزة في الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء أوضع بأن الهدف من هذا الاجتماع هو الانهاء من التقارير المتعلق بالحكومة والتأكد من أن نسخة الموحدة تعكد التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء وأن أي توصيات مقترحة لا تتعارض مع القيام والإطار القانوني للاتحاد الافريقي مقدما للشكر والامتنان لكافة المشاركين في هذا المؤتمر وقال أود أولا أن نرحب بكم في هذا المؤتمر الفني الرفيع المستوى الذي يستمر لمدة يومين في عاصمتنا جيبوتي بعد الاجتماع الأول في نيوناير عام 2023 والذي أوصى بأن تكون جيبوتي مكانا للالتقاء ومناقشة القضايا المهمة المتعلقة بقارتنا ها نحن نعقد هذا الاجتماع الذي جمعنا لإنجاز الأنشطة الفنية الأولى من إعداد تقارير الحكومة الافريقية وحي نازهة الآلية وهيكلة الحكومة الافريقية وكذلك جامعة المشاغلين المشاركين في هذه المهمة المتمثلة في الانتهاء من النسخة المؤحدة من التقرير المتعلق بالحكم الرشيد في إطار اختتام بطولة التنس الطاولة التي نظمتها جمهورية جيبوتي حسد فريق مدغشقل وفريق موريشيوس بالميذالية الذهبية والفضية بينما فازت جمهورية جيبوتي بالميذالية البرونزية وذلك في مباراة مهمة نالت عجاب الجماهير الحاضرة والتي فازت مدغشقل على الدولة التوبيا التي قدمت آداء جيدة في حين قدمت جيبوتي وغاد مباراة ممتازة تنافس فيها الفريقان بقوة للوصول إلى منصة التجويج حيث فازت جيبوتي بالميذالية البونزية ما أدى إلى فراحة المشاهدين الجيبوتيين وفي الموارات التي جلت بين الفتيات هزمت موريشيوس التي تتمتع بهيملة كبيرة لهذه اللعبة في البلدان الواقعة في المحيد الهندي هزمت أوغندا بسهولة وفي المرتبة الثالثة حل الفريق النسائي الإثوبي وتفوق على جارتها كينيا وشهدت الفعالية مشاركة وزير دولة المكلفة بالرياضة سيد حسن محمد كامل والأمينة العامة للأمانة سيدة خديجة إبراهيم إدريس ورئيس الاتحاد الجيوتي للتنسي الطاولة ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للتنسي الطاولة ورئيس منطقة شرق إفريقيا بالأضافة إلى عديد من المسؤولين ومن أمانة الدولة المكلفة بالرياضة والمسؤولين للاتحاد الجيوتي للتنسي الطاولة برعاية أمانة الدولة المكلفة بالرياضة احتضنا مجمع الملك فهد الرياضي في بلدية بلبلة مناسبة انطلاق أول بطولة للرماية بالسهام في البلد حيث شيدت هذه البطولة الأولى من نوعها في البلاد مشاركة عشرين من رمات من جيوتي وإقليم عرطان هذا وفي نهاية هذه المنافسات حصل الفائزون على ميداليات وجوائز قيمة من قبل رئيس الاتحاد الجيوتي للرماية بالسهام وهو سيد علي إبراهيم موسى وطاقمه وفي مقابلة نجرىه معه التلوزون الوطني وهنع رئيس الاتحاد الجيوتي للرماية علي إبراهيم موسى لاتحاد على التنظيم الجيد للبطولة لبطولة الرماية للمرة الأولى في الجيوتي وشكرها من الدولة المكلفة بالرياضة على دعم المستمر لهذه البطولة وإذكر أن الاتحاد الرماية الجيوتي هو الاتحاد الإفريقي الثلاثيين الذي ينضم إلى الاتحاد الدولي للرماية في هذا العام أقيم في معهد الدراسات الدبلوماسية الكائن في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي خلال هذا الأسبوع على مرحلة الثانية من الدورات التدريبية في مجال تأمين عنظمة المعلومات الهكترونية وفضل الانترنت لمهندسي الدولة والتي نظمتها الوزارة المنتذبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتناولت هذه الدورات التقنيات المتقدمة لتقييم أمن أنظمة المعلومات فيما يتعلق بالخدمات الرقمية المنتشرة وفي ختام هذه المناصبة تم التوزيع الشهادات للمسفدين من هذه الدورة وتندرج هذه المناصبة في إطار البرنامج التعاوني الإقليمي للرقمانات من أجل التنمية وهي ضمن مبادرة القرن الإفريقي للحكومة الرقمية والأمن الإلكتروني وتهدف الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار عبر هذه الدورة إلى تعزيز قدرات المهندسين والكوادري والموظفين في الإدارة العامة وفي كلمة للأمين العام للوزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار أشار إلى أن الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي تهدف عبر هذه الدورات التدريبية إلى تعزيز قدرات المهندسين والكوادري والموظفين وأشار سيد عبدالله إبراهيم عمر أمين عن وزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي إلى أن هذه الدورة تشمل تأمين أنظمة المعلومات التي ستسمدون أدنى شكل وبشكل كامل في تنمية المواهف في مجال الإلكتروني وأشار إلى أن فخامة رئيس الجمهورية سيسمعي المرقيل جعل تكنولوجيا رقمية ضمن رؤية 2035 الركيزة الشاملة لبرنامج التنمية في البلاد وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة المشاريع لإطفاء الضابع المادية على الإجراءات الإدارية للخدمات الدولة وتعتزم الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي بتدريب 20 مهندساً في الإدارات العامة في المرحلة الأولى نظم المعهد الوطني للصحة العامة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية نظم اجتماعاً تحضيرياً لإرصال طلب لتلقي عطاءات لمشروع يمويله البنك الدولي من خلال صندوق مكافحة الأوبية وهذه العطاءات تعني بإجراء تقوم من خلاله سلطة عامة بدعوة الشركات للرد على عقود محددة وكان الهدف من هذا المشروع هو تحسين صحة الإنسان والحيوان ووضع إطار مشترك للتأهب لسيابة الأوباءات المختلفة وخلال الاجتماع قدم الطرفان طلباً مبدئياً لتمويل المشروع بمنبقين يصل إلى عشرة ملايين دولار يساهم هذا المشروع إلى تعزيز التنصيق داخل القطاعات وفيما بينها من أجل تعزيز المراقبة الوبائية لصحة الإنسان والحيوان وبناء قدرات معمل الصحة العامة والحيوانية بالإضافة إلى تعزيز التعددية القطاعية بالنهج الصحة الواحدة في إطار مكافحة انتشار البعوض التي تسبب الملاريا في جوة سيرة وزارة الصحة طائرة تقوم بعملية رشل مبيدات الحشرية من الجو حيث ستستمر هذه الحمليات خلال هذا الأسبوع وذلك في كافة الطراب الوطني وحسب الجدول التالي ستشمل عملية رشل مبيدات في بلبلة وضوعها اليوم الصبت 11 من مارس الجاري بينما ستكون في مدينة جيوتي يوم غدن الأحد ويوم الثاني القادم ستكون عملية رشل مبيدات في إقليم عرصة ونحية وعا بينما في إقليم عالي السابع سيكون الرشل يوم الثلاثة وضخي اليوم الأربعة وتجارة يوم الخميس وأخيرا أبخ يوم الصبت القادم احتضن مركز التدريب التاكتيكي والفني للقوات المصلحة الوطنية الكائن في معسكر الشاق عثمان سيسئو صباح اليوم حفل ختاميا لدورتين في مجال الموسيقى العسكرية والتقنيات المركبات المدرعة هذا وتم تنظيم الحفل الذي ترأسه رئيس الأركان العام للقوات المصلحة الوطنية الفرقة الركن زكريا شيخ إبراهيم لصالح المجندين العسكريين الجدد الذين تم نقلهم إلى معسكر الشاق عثمان منذ عام 2021 حيث أكمل هؤلاء العناصر تدريباتهم الخاصة بنجاع وكان في استقبال رئيسية الأركان العام للقوات المصلحة الوطنية الفرقة الركن زكريا شيخ إبراهيم لدى وصول إلى موقع الحفل الجنة الطاهر حسن آبديد قائد الكتيبة المدرعة وقائد العرد العسكري في سيتا كما تم ترحيب الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم من قبل فرقة الترحيب المكونة من العناصر النسائية للقوات المصلحة نتابع وكان في استقبال رئيسية الأركان العام للقوات المصلحة الوطنية الفرقة الركن زكريا شيخ إبراهيم لدى وصوله إلى موقع الحفل على قيد طاهر حسن آبديد قائد الكتيبة المدرعة وقائد العرد العسكري في سيتا نتابع موسيقى 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 المترجم للقناة 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 أسمى إسماعيل أحمد هذا وسوف نقوم الآن بتسليم الشهادات حيث تم توزيع الشهادات من قبل الفريق الركني زكريا الشيخ إبراهيم رئيس الأركان العام للقوات المصلحة الوطنية والذي هناه شخصيا بحصولهم على الشهادات المتعلقة بهذه التدريبات وختامة تم أخذ صورة تذكارية لجميع المشاركين في هذه المناصبة وفي هذا الحفل الختامي لاختتام دورة تدريبية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هداوانتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات الأغاني والرقصات الشعبية والفول كرورية وتقديم الهدايا نتابع موسيقى 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 موسيقى